اسماء لمليون سنة قدام وإحنا أنا ما شفتش لردى ولا شحطة ولا العربي ولا يمير ولا أنوس ولا ولا سنة وقلت قبل كده طلعت بحب الإسماعيلي لأنه الإسماعيلي الأجوار النادي الآهلي طبعا الإسماعيلي هو أول نادي فرحنا إحنا كان عندنا عشر سنين لما الإسماعيلي خد بطولة إفريقيا سنة سبعين في يناير سبعين كانت أول فرحة بلد كانت الحالة مش حلوة لما خدنا بطولة إفريقيا الإسماعيلي ولما كان أكتر من مئة ألف موجودين في الإستاذ الإستاذ ده ساعة الرسمية 64 ألف ولا 74 ألف كابتل لطيف قال لك مئة ألف لأنه اللي كانوا متعلقين في كشفات النور واللي كانوا في أرضية الملعب واللي كانوا في الإستاذ فطلعت كلمة مئة ألف ومتفرج ويمشي الساعة الرسمية أبدا متاع إستاذ القاهرة لكن بسبب هذا المشهد وبسبب هذا اليوم وبسبب هذا الانتصار وبسبب هذه البطولة الناس كلها بصوا قادي اللي بيجيبوا الكرة من الجون ودي الجماهير على آخرة هما دول كلهم إسماعي اللوية مستحيل لكن كل دول فرحوا من نادي الإسماعيلي أسعدوا من نادي الإسماعيلي يعني الكلام كان واضح يعني من غير لف ولا دارا فاللي عايز أقوله لحضراتكو أنه يعني نادي الإسماعيلي بتاريخه بأسماءه يعني عندك حسني عبد الربو عندك أحمد فاتحي عندك إسلام الشاطر عندك سيد معوض عندك عماد النحاس عندك محمد بركات وعندك عبد الله السعيد وعندك وعندك أسماء كتيرة جدا موجودة في النادي الإسماعيلي تتكلم عمرو السليا تتكلم محمد عبد الله ومنهم من هم أبناء النادي الإسماعيلي ومنهم من آآ اللي خارج النادي الإسماعيلي أحمد خيري وغيرهم ناس كتيرة جدا لكن كلهم كلهم أمتعونا وكلهم حتى لو الإسماعيلي ما كانش بياخد بطولة لكن كنا بنستمتع بكرة قدم أنا راجل اللي عبت في الإسماعيليا بدأ المرة عشرات المرات كان ماتش الإسماعيلي ده بقدر ما كنا بنبقى خايفين منه بقدر ما كنا نبقى يعني مرقبين من الفرق اللي قدامنا بقدر ما كنا سعداء جدا بالجماهير ويغنوا ويهتفوا وساعة مش عارف حاجات خروجه عن نص لكنها في إطار المألوف والدنيا الحلوة والروح نلعب معهم بالكلام يعني الدنيا كانت حلوة يعني ايه اللي حصل للإسماعيل وانا لما اقول الإسماعيلي في المركز الاثناشر بواحد وثلاثين نقطة من ثانية عشرين مباراة في دوامة الخطر وفي دائرة الخطر لإنه اللي هابط ودي ديجلة تمانية عشرين نقطة يعني فرق نقطتين والناشتزع نحن نتكلم في حاجة غلط في حاجة غلط موجودة تتابع المدربين مش عارف بدأ بيستش وبعدين جاب السلاح دار ومحسن أبو جريش قلنا كملوا بيهم ولاد النادي ماشي ماشي جميز ومشي رجع أدم تاني وأبو جريش كملوا بقى بيهم ماشيهم تاني جيل عجوز وحمص وعملوا ماتش حلوة قوي وانا كملوا بيهم مش حمص وجيل راجل ريكاردو تاني صعب يا جماعة ده النادي الإسماعيلي وانا بحب النادي الإسماعيلي بوضوح شديد جدا ده الإسماعيلي بطل الدوري سنة واحد وتسعين ده الإسماعيلي المباراة الفاصلة في المحلة مكسبش واحد لا كسب اتنين وكسب النادي الأهلي مش اي حد ده النادي الإسماعيلي يا جماعة وده نادي قليل ولا اسم صغير آه الإسماعيلي مش هينزل بقون الله لكنه ما نحبش ان إسماعيلي بقى في الموقف ده مين اللي يحب الإسماعيلي بقى في الموقف ده مين الإسماعيلي بطل الكاس على حساب الاهلي في السادق قيارة هدف أحمد فكر الصغير في أصام الحضري ده النادي صغير ولا ده نادي ايه اللي انت شايفين قدامكم إسماعيلي بطل الدوري بعد كده مع الكابتن محسن صالح والبطولات كت مع الكابتن شاحتة والكابتن على أبو جريشة والكابتن محسن صالح وقبل كده الكابتن علي عثمان طلت إفريقيا مع المدرب الوطني علي عثمان ناس كتيرة جدا متخلين لها كت مع تومسن لا ما كتش مع تومسن أربعة أربعة واحد من أجمل مباراة الكرة في تاريخ مصر بركات والشاطر وعطية صابر وحاجة جميلة وحاجة تحفى في كرة القدم يعني فيه إيه فين الإسماعيلي الإسماعيلي بيكسب الأهل يبيكسب في القاهرة مش بره في القاهرة نادي الإسماعيلي فأنتم مش عايزين أن نبقى زعلين طب خلاص الإسماعيلي هايل والإسماعيلي الإسماعيلي جميل والإسماعيلي هنا ده كان مدرب وكان محسن صالح كان مدرب مصري وفاز بطولة الدوري وأظن وصل نهاية آه كان في نهاية كونفدرالية كانت ساعتها يعني معقولة معقولة ونهاية دور الأبطال 2003 أنيين بن ناجيري ده الإسماعيلي ده محمد صلاحة أبو جريشة واحد من رموز وعلامات الإسماعيلي وعيلتها أبو جريشة كلها محمد صلاحة أبو جريشة وحمد محسن أبو جريشة والنجم الكبير على أبو جريشة وكابتن الله رحمه صلاحة أبو جريشة وكابتن سايد أبو جريشة وكابتن ميمي درويش وكابتن حسن درويش وكابتن سايد بازوك عبد الرازي والاسماء دي كلها سناري ساقى النوس اميرو ايه يا جماعة اقول ايه ولا ايه ولا ايه اقول اسماء ايه يعني اسماء اكتر من كيها تقدر تقولها على النادي الاسماعيلي ده هدف الدوري تقريبا لا ده اسلام الشاطر الاول لسه الهدف الرابع هو هدف الدوري سبحان الله المباركة شبه خلصت والقالي كسبان اربعة تلاتة والمباركة تنتهي واحمد بلال بسجل والناس بتقول خلصت خلاص خلصت الحكاية خلصت الحدوتة لكن يعود الاسماعيلي ويتعادل الاسماعيلي سم يفوز على النادي المصري في المباراة الاخيرة ويفوز ببطولة الدوري العام يا معا خليباك انت بتكلم في الدقيقة كام في الدقيقة 42 خلاص ماتش خلصها ماتش خلص يعود الاسماعيلي في الدقيقة الاخيرة من اللقاء على ابراهيم بيسجل دي الاخيرة من اللقاء وبنالت عطيها صابر اللي لم تخونت زاكرة في الدقيقة الاخيرة بسجل هدف والاسماعيلي يفوز ببطولة الدوري العام الاسماعيلي انا نغضب لو حضراتكم في الاسماعيلية عايزين نقول الاسماعيلي احسن حاجة الاسماعيلي احسن حاجة لو حضراتكم شايفين ده الكلام اللي احنا نقوله اسماعيلي احسن حاجة خلاص اسماعيلي احسن حاجة طالما فيه ناس بتزعب ما نقدرش نقول الكلام ده اتمنى ان المسؤولين في النادر الاسماعيلي بنحترم جدا مهندس ابراهيم اصمان وطبعا المعلم اصمان احمد اصمان على رحمة الله مهندس محمود أصمان والمهندس أحمد أصمان وعائلة جميلة ومشرفة ورائعة ولها أيادي بيضاء لكن لابد ان احنا نصلح الأخطاء